طيب يا جماعة أنا جاي نقول لكم النهاردة أن أنا محبط جدا وحاس أن أنا معلمتش أي إنجازات في حياتي وبعد ما شفت الشخص اللي حكلمكم عنه النهاردة الشخص ده وصل لمرحلة من المراحل أنا مش عارف إزاي وصل لها لما حتشوفه شكله الشخص ده اسمه شون ستيفنسونت الشخص ده وصل من العلم ووصل من المكانة لتحفيز الناس والمحادرات بتاعته بتدرس على جميع الحال العالم حتى هذه اللحظة وبيساهم في أنه هو يغير حياة ناس كتير الشخص ده تولد وهو عنده مشكلة مرض اسمه هشاشة الأظام الزجاجي يعني أي لمسة أي حركة بيعملها بيحصل كسر في العظم الشخص ده طوله تقريبا 50 سنتي قاعد على الكرسي حياته كلها تخيل الواحد يتولد وهو عنده يقين أن عمره ما هيبقى حاجة بالشكل ده وبالمرض اللي عنده بالعكس تتحول من مرحلة أنه هو استسلم إلا بقى محارب ووصل لمرحلة دينا من العلم أنه بقت الناس بتسمع عنه من كل حتة وفي كل مكان غير شخصيات ناس كتيرة وساعد ناس كتير على مستوى العالم فعلا شيء مذهل تخيل أنه هو عمل دكتوراه وكمل دراسته بالكامل وعمل دكتوراه وتخصص في مجال التحفيز يعني وتجوز بنت زي الأمر ومش أنه هو بقى خلاص بقى أنه هو بقى شكل وكده قال لك لا أنا مش حاجة لا وصل لده وتجوز وبقى دين متابعين وناس كتير بتحب تسمع عنه ومحاضراتهم موجودة على اليوتيوب وفعلا شخصية مؤثرة أنا النهاب ده جالي حالة ظهور لما شفته وهتشوفوا صوره دلوقتي حابة أوريها لكم شيء فعلا مزهم ده اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن أنت أوعى تستسلم للظروف أوعى تستسلم لشكلك أوعى تستسلم لطريقتك لازم تجتهد وتعمل عليك لأن في يوم اللي أكيد هتوصل مهما كان لا تفقد الأمل لأن ده فعلا هو الحاجة الوحيدة اللي هتوصلك طول ما أنت عقلك فيك وسحتك فيك وإمكانياتك تقدر تعمل بيها أي إن كان لنت ممكن تعمل بيه هتقدر توصله لكن لما تقول لا أنا شكلي مش هعرف أعمل إزاي أو أنا تعليمي أعمل إزاي لأقصى درجات الابتهاد هتوصل فأنا النهاردة مزهر لمصراحة عندي حالة زهول فالشخص ده هوريكو برضو بعض الفيديوهات بتاعته وهو بيلكم محاضرة ملايين الناس بالتبع هو قاة توفق في 2019 بس الغاية دلوقتي محاضراته مؤسرة في كل أنحاء العالم وليه ناس كديرة بالتبع في كل حت فالنهاردة أنا جاي أقول لكم أوعى تستسلم أوعى تحس إن الظروف هي ضدك لا اكتهد وتعب ويعمل عليك لأن ربنا أكيد عمر وحدها يعتعبك فحوريكو الشخص ده وأتمنى أن تفتكو جدا المحاضرة بتاعت الناردة أو الحلقة بتاعت الناردة لأنه الغاية دلوقتي مزهل وأنا بقول الكلام ده ليكو لي على فكرة مش بس ليكنتو بس فعلا شوق مزهل